أولاً ننظم هذه الدواء الصحفية أصالة عن نفسي الأستاذ عبدالفتاح الزهراش المحامي به أطربات ونيابة عن اليوتوبر محمد تحفا وذلك على إتر الزيارة الآخرة التي قمنا بها لقبرص ومباشرة بعد إعلان وكالة الأنباء الجزائرية على خبر مفاده أن هناك مذكرة توقيف وإلقاء القبض دولية صادرة عن المحكمة الدولية بنقوصها في مواجهتي شخصياً وفي مواجهة اليوتوبرز محمد تحفا ومواجهة الزميل لكم السيد إدريس الشحسان رئيس قناة شوف تيفي وكذلك المدير العام للأمن الوطني والمخابرات المغربية السعد الطيف الحموشي وكذلك مدير مديرية الشلطة القضائية بالمغرب السيد محمد الدخيسي المحترمي أولاً بغيت نقول لإخوان سألوا شكونا والشخص اللي حضر معي في المنصة إنه الأستاذ هشام ملوي هو مناضر حقوقي وأستاذ جامعي بكلية الحقوق بإخوان الطيراء وصديق عزيز سبق له أن رفقني إلى قبرص قبل هذه الرحلة لأنه هذه السيدة المتواجدة في قبرص هذه ثلاث سنوات بمعية مجموعة من اليوتيوبرز الذين يدعون المعارضة للدولة المغربية ما فتئوا يقومون بحملة ممنهجة ومنظمة بالإساءة والتشهير والتنكيل بشخصياً وبمجموعة من الزملاء والزميلات اللواتي والذين نابوا في ملفات عرضت على أنظار القضاء خلال هذه ثلاث سنوات هذه القضايا التي عرضت على القضاء كأنه متابعين فيها صحفيين أو أشخاص عاديين تم استغلال هذه القضايا من طرف هؤلاء الناس هذا اليوتيوبرز المعارضة الجديدة في الخارج بالخصوص وعاد كتشفنا لما كنا في قبرص أن لهم بعض الأتباع وهم قلة قليلة وفيهم بعض الزملاء أمديلكم أنهم يعني الهدف ديالهم وهو أنهم يمسوا ويقصوا بهيبة الدولة ومؤسساتها من قضاء وأمن وكذلك من مساعد العدالة من محامات وتمخيص الأدوار ديال الدفاع وكذلك حتى الإعلام ولذلك لحتى أنه ستلاحظون أولاً كين ديال من هذه الكوكبة التي دعي على أنه في حقها مذكرة بحث صحفي ومسؤول عن قناة محترمة اللي هو الأخ دريس الشحسان وكذلك الهجوم الذي تعرضت له الزميلة ديالكم برلمان كوم ومسؤولها وكذلك العديد من القنوات بما فيها الأغلبية اللي حضرة هنا وكي يعتبروها ديالية أو تابعة لألمخزن أو للدولة نحن في هذا المقام بغيت نوضح جوجل أشياء درنا هاد ندوال صحفية ماشي أنا باش ندافع على الدولة ولا على المؤسسات ولا على المسؤولين لأنه يتربون يحميه وباش أولا نبلغوا للرأي العام الوطني والدولي الأكاديم ديال اللي معتوها أمال بوسعدة هاد القضية اللي معتوها اللي مهجباش أحد الزملاء ديالكم لأنا ما سمعتش وشي رسالة قالوا ليرا وجهالك أنا ما كنسمعش لديك شي ما سمعتوش ولكن غادي يكون يعني الرد في حينه وبما يريقو بمقام كل واحد وهاد كذلك نبلغ للرأي العام شنوع منك إجراءات مستارية وما ننتظره من القضاء المغربي وما محتش باش نبرر التنقلات ديالي والتنقلات ديال السيم حمد توحفا وبالمناسبة كان غادي يكون معنا حتى أدريش شهتان لو لا تواجهده في الكود ديفوار في يعني في دكشي ديال الكعن يا كتن تقولون الكعن حتى باغير المغربي خستو يجيب لك يجيب لك فأنتمنا لأولا للمنتقى بالتوفيق وكذلك والزمالاتكم وزميلاتكم مقام طيب هناك ويقوموا بالعمل لهم اللي هو يعني كيشنرروا في المغرب والمغربة وإفريقيا فكان غادي يكون معنا فكان تواجدنا يعني كان من المفروض أننا من ينجينا باش نتلاقوا حواد من ديروا لقاء فردي توني يفضلنا باش نكونوا كان غادي نعطيكم جميع المعطيات وغلنا منكنكم من وطائق دامغة اللي كتأكد الكذب والبهتان ما تهم منيشنا هذه السيدة لأنه هذه ثلاث سنوات وهي تواجهون بالكذب والبهتان وكذلك ترمينا بالجمر وأنا دكتا واحد ما فقد ضمير ديالو يقول لأحبسي هات الشركة الديري فحق الأستاذ زهراش وفحق الدريش تحتان وفحق اليوتوبرز محمد تحفا وفحق المسؤولين المغربة وخا أنا موكل لن ندافع عليهم ولكن هاته مغربة بحالي بحالهم تم غربيت تتقصادين فتاخروا بعضنا البعض وندافع على بعضنا البعض وندفعوا المنكر لممكن يتقاس به أي كان مننا فكذ كانت مننا أن الناس لفقد ضمير وقالوا عليها سيدة تصب هذا الوصف وشي من القبيل أنه كان يكون عندهم هذه الحامية للقيم والوطنية تكون حال هذه تمشي نحن القبرص مع العلم وهذا هو المؤسف أن لما كنا كنت وجده في قبرص تم ترويج أغاليط ومغالطات قد كانت لا قد در الله أن تصل إلى التوقيف والإيقاف ويكون الحكم علينا بالمؤبد هناك من نروج علينا بالعمل وأننا عملاء للأجهزة المخابرات المغربية وهذه الناس نحتفظ بحقنا بمقاضاتهم وكذلك هناك من لمح لذلك ونحن لا نقف عند هذا ونقول للسيد رئيس النياب العام من هذا المنبر وهذه النقطة الأولى والنداء الأول أنه الحق مواطن مغربي أمانة في عنقك إلى يوم الدين إلى يوم الدين إلى يوم الدين حقي حق تحفى العنق إلى يوم الدين لديكم كل العجاج والوطائق وكل ما يثبت ذلك الكلام الذي تفوه به هؤلاء الناس وقد كانوا يزجون بنا في خطر ما لقين مشكل مع السلطة القبرصية لقين مع بعض الناس وهم قل لقرية وعلى كل حال من بعد نعطي الكلمة لأخي هشام وإستاذ يشام مليوي الدكتور المحترم لكي يوضحكم في الصورة في هذا إطار كيف كانت الرحلة لدو حتى لسيس نحن بشينا أنا وإستاذ محمد تحفى يوم 21 غدرنا المغرب في اتجاه قبرص كان الوصول لنا يوم الاثنين دخلنا عادي مع العلم أن السيدة والوكالة الأنباء الجزائرية كانت تقول ومعهم واحد بين قوسين يدعي صحفي موقيم بإيطاليا مدير جريدة الشروق دريس فرحان يقول أنه كان مدكر التوقف وبمجرد من وقفه في المطار سيتم التوقف ديالي أنا شخصيا غير بالبصمة ديال العين ما علي رجالة القانون ونساء القانون والإخوان الصحفيين والناس للأمن وغيرهم في العالم يعرفوا إذا كانت مذكرة البحث وغير تتكلم عن رقابة الأستاذ المذكرة البحث الدولية بمجرد ما تطع قدم أي إنسان أي مطار في مطار العالم يتم التوقف دياله إذن هذه هي أول كذبة لما مرت هذه العملية بسلام بدأت تصنع روايات أخرى وبدأوا ناس آخرين من المغرب وخارج المغرب يقلبوا في الهوامش ولمشوش كذب وأن وكالة الأنباء الجزائرية التي تابعها للنظام الجزائري والتي استغلت هذا الخبر غير صحيح أنه لم يقلبوا في الفوتات لماذا تقول لها معتوها لماذا تقول هذا زكيكو غير نقول زكيكو اليوم وغدا لأنه عندما يمس من المؤسسة البراكية ومس بمجموعة من الناس لا يوجدون الحامية الوطنية لغير وصفوا الأستاذ زكيكو وانا سأقول لكم لماذا وصفوا ولماذا نصف هذه كثيرة ولماذا تمت هذه الحرب كلها منذ كالنوب في الملف الصحفي توفق وعشرين الزميل الذي لم يكن متابع كالصحفي كنت كالنوب على ضحايا رحمه الله ومجموعة من الضحايا آخرين ومن بو ذلك الملف والحملة لم توقفت لا في حقي ولا في حق زملائي ولا في حق زميلاتي التي تقصوا في العرض ديالهم في الأمور ديالهم الشخصية وكأنه هؤلاء المحاميات والمحامين لا أولاد لهم ولا أصار لهم نحن قمنا بواجبين كمحامي اليوم ننوب عن الضحايا غدا عن المتهم ننوب اليوم عن الانيميتلي غدا ننوب عن الإرهابي نحن نؤمن حقوق الدفاع ونحن مهنة مستقلة عن جميع المؤسسات وأدينا يمين أقولها لأولئك أنا لست عميلا للمخابرات أنا عميلا لوطني عميلا للقيم الوطنية عميلا للعدالة عميلا للقانون عميلا للإنصاف عميلا لفضح الخوانة في الداخل والخارج والحمد لله ربي استر لي وعرفت كونهما الخوانة دي الداخل ما الخوانة دي الخارج كنت عرف من شحال الآن تقنت وتأكد تشكون هما هاد الخوانة هاد السيدة هاد تهي ضمن هاد الجوقة اللي فيها هاد زكيكو فيها حاجيب وفيها فسحة اللي هما نضموا واحد ندوى معها وتواصلت معهم وقالت لهم أعطيوني أعطيوني الأدلة أعطينا الأدلة بإن هاد الناس مبحوط عليهم وكينا ما أعطيتهم هاد شغلهم ولكن روجوا لي ذلك بما فيهم الصحفي دريس فرحان دريس 24 واجيب اسمية الشرق من الشرق الجزائرية أنا لا أنا الصحفة المغربية أحترمها وأقدرها وأسمع منها ما هو جيد لا أدعي أنني متعالي بل أنا الطراب ديال جلين للناس كاملين في النصح ولكن إذا كان النصح غير شيطاني لا أقبل النصح الذي أعطاه الشيطان لبني آدم وانزل هو أبنا آدم وهو من الجنة هذا النصح يجعل الرسول من النصح الذي يقوم ويصلح ويجعل الإنسان يمارس النقد داتي مرحبا أنا سأتمنكم من الحجة والدليل ويجعل الملابسات والظروف ديالها زميلي وصديقي الأستاذ هشام هذه السيدة لدينا في اليوتوبرز بل دارت جوج ديال الدعاوي دارت دعواء مدنية في قبرص ودارت شكاية مباشرة بيا الزميل ديالكم دريش حسان في دار البيضاء واختارت محامية وكانت طرف النزاع الذي كنت كان ضد الزوج ديال داعي لدي الاسماء وربما البيبو بالإشارة فاهمي بغيت نقل الاسم لا لدي مشكلة اخترت الأستاذ فاطم الزهر الإبراهيمي هي كدفاع ديال لن كدفاع الأكين أحكام بينها ببتدائيا هذه الدوات تخسرت وهنا نري أن نحيي الدفاع للي الأستاذ إبراهيم الرشيدي المحترم من هئة الضربدة والأستاذ إبراهيم يعيش من هئة الضربدة والأستاذ والأخت الصديقة العزيزة عائشة قل هؤلاء هو الفريق الدفاع الذي ينبو عني في هذه القضية وكذلك الأستاذ مريم الإدريسي الذي تنبو عن دريس شحسان وقناة شوف تيفي هذا الفريق كامل يوجد واحد الدور كبير وسقطت الدعوة من ناحية الشكل وشكاية مباشرة وهي تبقى ترويج أن نحن متهم وكذا وكذا ومعروضة على أنظار محكمة الاستناف والجلسة يوم 31 في القاعة الستان ثم دعوين كامل لنحضر لنقول للقضاء لن يكون هذه السيدة فهذا تسبق حضر الأستاذ دريس شحسان وتقدم هذه الدفوع الشكلية سأحضر لها نحضر القبرص لأن وكالة الأنباء الجزائرية قالت بأن كان مستار ضدنا كان مذكرة بل كذلك عندنا جلسة ممدنية كانت يوم 25 هي دعوة جوش دعوي درت وحدة بي السيد ريش حسان و شركة و درس دعوة بالسيد المدير العام الامر الوطني و السيد دخيسي المدير الشلطة قضائية هم مكتب خاص بهم لأن الناس مسؤولين لأن المؤرد و مؤخدم مجرد لها و نحن اختار دفاع كيف يختار لك الدفاع بحل أن تسأل أحد ما يخلص لك الطيار و كأن أنا عاد ختم سنة البارح و قبل أن يزاد و قبل أن ير جلب الثلاث أيام أنا رأي محامي قبل أن يزاد و قبل أن يحل في مو عند الدون سنة أنا رأي محامي و أ و أ أ أ أ أ أ أ أ سنة كنت كانت و أ أ مستوى دولي و وطني و عربي و زملائي و نقبائي المحترمين لأن أطراب رجليهم يعرفوا العلاقات التي أتوفر عليها وأ أرشدني زميلا محترما من قبرص إلى المكتب الذي أفتخر بأنه ينب عني باباغينوس وكي سؤلوا كيف خلصتوا أنا عندي ما يفيد أن أنا أخلص من المالي الخاص وأنا أقول السيد وزير المالية وإدارة الدرائب الله يعطيك الخير إلى ما أدير واحد البحث أس القجع طلب المصاريح يشوف من أخلص باباغينوس أنا أخوات نتمنى سنحول لك هذه القادية طريق لكي يخرجوها يخرجوها الإخوان هنا من الأوطيل لكي نوريهم التحويل لدينا غير الآخر هذا تحويل من حسابي الخاص الذي مكتب باباغينوس أنا سأترى لكي نعطي لكم هو الذي يسأل هذا النش الذي يخلص عليك يعني وأنا تم وباغيني ليحوني في الزوبيا مع الأسف زميل ديالكم ومع الأسف واحد شيء معاتي حتى هما سلطهم الله علينا في هذه البلاد لا تكون معارضة بين قوسين أنا لم قمت لدي غرفة أحساب الفلوس لا يأتي زي دالية إذا يكون غيره أنا الله ملك الحمد أنا عندي الميهنة التي أعتز بها و أفتخر بها وراء الموكينين التي ستبعو عبر العالم من خلال القناة والدير المحترم ويعرف ما الأتعاب التي طلب وكيف كان يتسأل ماذا خلاص كذلك يروج على أن كان عندي أنا جواز صفر ديبلوماسي وهذا الكلام لم تتقال غير في هذه القضية هذه تقال لما دخل يعني اليوتيوبر زورا يوتيوبر نور زينو الذي له ميولات معينة و رأى غير ميولات دياله و لم يروا الكلام الذي قال هذا جوا الصفر أنا مغربي ها هو كنت نور لكم كاملين وأنا سنحول الوثيقة الطريق لكي نعطيها الصحفيين في مباد وهنا يمكن المتتق الدخول ونخرج السميط الارنكا دخلنا في الأول 2 11 أنا والأستاذ شام حال هذه ودخلنا في الأول 21 وطبعونا البوليس لكم كان مذكيرات البحث ستوقف في المطار هذا لا يوجد على الإطلاق أنا في هذا المحوار أريد أن نفند لكم المزاعم لا يوجد أن هذه السيدة ومعطوها وكل الناس لا أعرف أن يستطفوها أنا أريد أن أريد أن أريد أن أريد أن وكالة الأنباء الجزائرية التي تقلب على أي شيء حتى الصاد في الأول الذي كان قالوا نحن السابع بالبلاد ومعطوها مع الإخوان الصحفيين وبالتالي أريد أن أريد أن أريد أن أريد أن الكاذب المؤسسة الإعلامية وما قامت به من الشهير وإساءة إلي شخصيا ومن حقي أن قادية شكاية بها جديدة أمام الأمن القبرصي لأنه تهمتني بالمثلية وتهمتني بأنني رئيس المثليين لأنني أينب على أنوار الدحماني المثلي الذي هو كذلك تعرض لهجوم من طرفها الملقب بنورزينو والذي اسمه أنوار الدحماني والذي هو الجزائري الأصل تأكدوا على هذه النقطة وينسوا بأن الأم مغربية وبمقصد القوانين المغربية لهو الحق يأتي للبلاد الأم ويستفد منها وهذا حق أعطاه لهم سيدنا الله ينصر هذه القضية حتى هي تم استعمالها كقضية بوها شريم وكقضية سليمان الرئيسوني لما تكنم على الضحية آدم من طرف هؤلاء هذه السيدة كانت باباغيو دي الواحد السيدة في الولايات المتحدة الأمريكية تسميتها وهي باخر شيش اللي هرب ها النقيب محمد زيان حسب الوطائق القضائية والأحكام القضائية النهائية الصادرة في الموضوع واللي أكدها أنوار الدحماني هنا في هاد القاعة لما دخل المغرب وكيف تم تجنيده لضرب المؤسسات وضرب هذا والزميل اللي يلكم الصحفي اللي بغير يعطيني النصح مبلوش الملابسات والكلام اللي تكلم عليها أنوار الدحماني يلا بالنو أنوذك الولد ميتلي وعرض الحياة ديالي شخصيا لخطر كنت أنبو في ميلف ما غنقولش لمدينة وما غنقولش الإسم وملاه تابع المنظمة وحافظة كانت حياتي في خطر بفضل ما كان يقوم به هاد الصحفي وبعد اليوتيوبرز من تنكيل وهنا مرة أخرى لا أناشيد أطالب ودحقي أطالب النياب العامة وهي مشكورة بدأ لأن قبل من صفر تعاملت بجدية محكمة استيناف بالرباط مع الشكاية التي قدمتها بأمال بوسعدة وبفرحاندريس وبفسحة وكل من تتورطه في هذه القضية من خلال التنسيقات التي كانت تتم بين هؤلاء سواء في الداخل أو في الخارج وأحيلاً من الفعل الفرقة الوطنية مشكورة التي استمعت إلي في الموضوع وليس فقط بما تعرضت له من إساءة ومن تكوينهم لعصابة إجرامية عابرة للحدود بل بل يعلنون بل يعلنون جهراً على أنهم ارتموا في أحضان الكابرانات الجزائر أنتم ما تعرفون كالصحفين وصحفيات ما تقوم به المخابرات الجزائرية من ترصد ومن توظيف لأي شخص أو أي إنسان يرغب في التعامل معه مع هذا المعتوهين تاهم هذا المفضين من أجل الإساءة إلى الوطن وإلى مؤسساته أود قبل أن أختم أن أؤكد على ثلاث نقط النقطة الأولى أنه من حقنا كمواطنين وليس من حق أي إن كان أن يصادر هذا الحق أن نتنقل كما نشاء ونسافر كما شاء إن هذا مضمون بالدستور المغربي ومضمون بالمواتق الدولية لحقوق الإنسان والذي يريد أن يعرف ما أنا حقوقي أو ما ليس حقوقي يتصل بي نعطيه واحد الجزء من المسار التاريخي المتواضع ويعرف ما كنت حقوقي أو ما ليس حقوقي وما هي المساهمة في المجال لحقوق الإنسان المتواضعة التي لا ترقى إلى ما يقوم به الحقوقيين الكبار أنا غيمل الحقوقيين الصغار ولكن أفتخر أن لها نفحة وطنية وليست لها نفحة الإساءة للوطن النقطة الثانية من حقي كذلك أنني نمشي نقاضي هذه السيدة في قبرص وذلك كان ومن حقي أنني نفتخر ببلادي ومن حقي نتكلم عن المسؤولين للبلاد إذا كانوا مسؤولين وطنيين غيرين على بلادهم وناصم مستقيمين وتحافظوا على أمن وسلامة هذه البلاد وهذا الحديث عن المسؤول الأمني فلان أو فلان أو المسؤول في العادل أو في القضاء فلان هذا لا يعني يعني تربطنا علاقة تمغربية في مبيناتنا ولكن كل واحد سأعند المجال وكل واحد سأعند الوسائل لكي يتفع على رأسه وإلا كان شي واحد الذي لا يحضر في الجنسة هي التي تسافت الشواهي الطبية تقول مريضة في الضرب وكتنقص في قبرص وغاب المحامي في الجنسة في الخمسة وعشرين ومن حقي نطالب النيابة العامة كي تأخذ لي حقي وتصدر المذكرة للبحث الدولية في حق هذه السيدة وفق ما تقدمته به في ملتمس الشكاية الذي قدمته للنيابة العامة نريد نختم بشيء ونعطي الكلمة في خمس دقائق الزميلي وصادق الأستاذي يحطيكم فكرة على الرحلة ونحن فتحو باب للأسئلة باش نختموه باش منطول شعلكم وانا بغيت نشكركم كاملين على الحضور ديلكم في الدول الصحفية ويوم أحد صباحا وبغيت نشكر من خلالكم المسؤولين عن القنوات ديلكم وبغيت نشكر كل من عبر على التضامن ديالي ديالو معايا من زملائي من نقبائي من الأسرة الصغيرة والكبيرة الحقوقية والمهنية وبغيت نشكر كل مغاربة والأصدقاء والصديقات في الداخل وفي الخارج اللي عبروا عن التضامن ديالو معايا ومع الأخ تحفا هذا الأخير اللي فعلا أبان عن وطنيتين عالية وعن حسين ديال تمغربيت لا متيلة له وبغيت نتكلم على هذا الشخص كذلك في الشق بلما نختم أنه تأو انتقل معايا إلى هناك وقدم شيكاية لأنه تهمته بأنه حاول يغتصب لبنيته في الولايات المتحدة الأمريكية وكتقول للناس هلش معايا تطوش على الصفارة المغربية أولا نحن ماشي متهمين باش نطالبه بإحضار الصفارة المغربية أنا بالنسبة لي أعدى على الأقل أما بالنسبة لأخ محمد تحفا صاحب كانت تحفا شو هو أصلا مغربي ولكن دور جنسية أمريكية لك كان متهم خاص يعيط على القنصولية الأمريكية مجلتها القنصولية المغربية أو الصفارة المغربية وما درج دكش ولكن دفع واخده بجدية الشكاية دياله اللي انصبت على الاتهامات في حقه بالاغتصاب ديال بنيته دياله وكذلك على المسآلة ديال الشريط الفيديو اللي انشرته وكيتعلق بنور زينو ونسباته ليا واللي إدارة اليوتيوب مشكورة حدفت القناتين يعني معا كان عندها ثلاثة القنوات جوج في اليوتيوب وحدا ديالها بإس آمال وسعدة ورغدي يتكلم لكم هشام على الوضعية ديالها والصحفية ومش صحفية ومش مسؤولة قانونية أومش مسؤولة قانونية يعني هاتش كله بغيت أنه نضح لكم ونكون رنائي شرطكم في ما بعد بقى لي نقطة آخر بتنرجع لها سبق لها في الآوين الآخرة وجهة رسالة إلى أحد الزملاء ديالكم أنا كان قول له أنت صحفي استقصائي من هذا المنبر كان قول له البد ديالها أرجوك أرجوك البد ديالها البد ديال الزميلة ديالك وسير العين المكان بحل لدار الزميل ديالك دريس فرحان وتأو رسل صحفيين إيطاليين القبرص وتأكدوا بأن هناك مذكرة بحث وتأكد بحث وتوقف في حق السيد المدير العام للأمن الوطني سيد عبدالطيف الحموشي والسيد الدخيسي مدير الشلطة القضائية وعضو ديال الانتربول وكذلك الأستاذ عبدالتاح زراج عبدالضعيف وكذلك تحفظ شود ريش حسان ولما تقوم بهذا العمل الاستقصائي دير شي تغطيها وغادي نكون لك والمغاربة كاملين مشكورين وهذا وفي حقيقة العمل الاستقصائي ديال الصحفي ماشي كيتحول إلى روك المفتي لإعطائي النصح والنصحة في مواجهة عداء وخصوم الوطن وكانت تمنى أنك تمشي من المال ديالك الخاص العائد من الأسنس ديال يوتوب ماشي من الضنار الجزائري الإخوان والأخوات نشكركم جميعا والسيشام سيكون تتكلم لما سيصل لهذه الوثقة التي سنسلم لكم هذه الوثقة صادرة على الأمن القبرصي التي تفيد أنه ليس أونالك أي ملاحقة أو متابعة أو حكم أو مذكرة التوقيف سأسلمها لكم لتتعاملوا معها في قنواتكم وتقومون بما يلزموا اللازم وهي مرفقة كذلك مرفقة كذلك برسالة جواب لأنه اللولة قالت لهم رمضة بوعيش وانا كتبت لهم واحد الكتاب كان قل لهم رمضة رمضة طبع باين والسيدة خرجت تقول أنها مزورة والأمن القبرصي تعامل بجدية مع هذه الرسائل ومع ما تقوم به في يوتيوب بحيث أن الشكاية التي تقدمت بها وادعت أننا مرسولون إلى قبرص بإعازة من المدير العام للأمن الوطني من أجل اغتيالها تأكدوا بعد الأبحاث والتحريات على أنها أكاديب ومزاعيم لأن الوقت الذي قال تلك الكلام سيشرح لكم السيد شام كنا في زيارة في قلب مقر الأمن القبرصي وعند المباحث الجنائية نقول اليوم أنا رجيت لعندكم واحد السيدة تقول للعالم أنني كنت تتقلب ولي وريد تشدوني أنا رجيت لعندكم بسم الله على مركة الله لأه الوصد ضعي هكي شي حجب هيا إذن نخلي لك هذه المسائل وبالتالي أنا بغيت نشكر كم جميعا ونشكر كل من سنداني وكانت من من النيابة العامة لن تأخذ لي حقي لن تقوم بالواجب لها حقي أنا لن أتنازل عنه ولن أتنازل عنه دوي الحقوق لأن ثلاث سنوات من المعاناة ثلاث سنوات من الإساءة لوالدي وأمي وهم في تحت التراب وتم الضرب في المهنة ديالي وتم الضرب في الوطنية ديالي وماشي بمفردها تبت الآن بالملموس على أن هناك عصابة كبيرة في الداخل وفي الخارج أنا عرف تلك القضية وأقول في الأخير لوهي بخر شيش مباشرة حسنا مول بياس طلع راجل ماشي بالمفهم ديال الدكورة هناك وكانت الدكورة دكورة حتى الحمار سيكون احترامي للحمار الشعار ديال الحزب اللي انتي ترثم في الأحضان ديال مول بياس طلع راجل وواجه كل شي فكنت من أن انتي التلميذ ديالك اللي في قبرص تواجه تنتي و تواجه الاتهامات ديالك والبطلان ديالك اللي كلتين زملاء ديالك ومسؤولين ديالك ونقول لك رابي ان مول بياس لن يتوقف عن الدفاع عن الحق ولن يخدو اليمين التي أدى من أجل قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي